هاي كيف كون؟ ما نتكون بخير إن شاء الله اليوم جاي بقراءة عاطفية لبرج الحوت رح حاول أحكام العواطف وما يخبئه لك هذا الشهر وكما عودت كونه هذه القراءة تنطبق على البرج الشمسي والقمري والطارع وفي احتمالية إنه تكون القراءة عكسية كل ما كان في شخص آخر بالقراءة كل ما كانت البصيبوليتي واحتمالية إنه تكون القراءة عكسية وما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب لقناتي تفعلوا زر الجرس اللي بالقناة الناس اللي بدلت التواصل معي بقراءة خاصة تبعتلي على الإيميل موجود بصندوق الوصف وشكرا لعلكم وفي جديد رح أعملوا عن قريب إن شاء الله رح تكون رح أعمل أبليكيشن على الهواتف في قراءات رح تكون فيها قراءات لا تتروت فيكن أنتو تختاروا القراءات الخاصة لتبعكن برج الحوت بداية يا برج الحوت عم تشوفك كأنو عم تتمنى شيء بشدة وبتريده بشدة ممكن واخد وقت لحى لك يا برج الحوت عم تفكر بدك نصر وخاصة هذا الذي أراه بهذه القراءة بدك أنو تنتصر على شخص كأنو كان حبيبك كنت بتحبه كنت بتعزه يا برج الحوت كنت بتحطه بمقام كتير عالي بس هذا الإنسان مات بقلبك أو في غدر حسيت بالغدر يا برج الحوت أنا لا هيك عم شوفك عم تدعوه وبدك نصر بدك فتح يكون هيك في عدل كمان عم شوفك يا أوطاقة الحبيب عم شوف الحبيب مبتعد عنا كليان عم يهتم لكتير أشياء بالحياة ممكن يهتم لموضوع العمل عم شوف هذا الشريك همه الوحيد بهذا الوقت هو العمل ممكن أنا عم شوفك خاصة طاقتك أنت يا برج الحوت عم يطلع لي في ابتعاد عن الحبيب وعم يظهر لي أنو يعني في أشياء أو مخلفات أنت حاملة بقلبك يا برج الحوت عم شوف كذلك الحبيب مبتعد عنك وعم يهتم لموضوع العمل عم يهتم لكتير من الأشياء وممكن يعني هو يتمنى أن يتحقق له أشياء كتير عديدة بالحقيقة هو بيشتغل عليها حاليا مهتم أكتر للعمل عم شوف كذلك حتى مشاعرك نحو هذا الشخص برغم من أنك يعني تنوي أنه أنه تدور الوقت أو تدور الأيام ويرجع لك هذا الشخص ويتمنىك ويترجعك عم حسك يا برج الحوت كتير حاسس بخسارة بس عم شوفك بدك أنت هذا الإنسان يعني يطلب السماح منك هذا يعني نيتك أنت يا برج الحوت أنه يطلب السماح منك يترجعك كتير في أشياء من هذا القبيل بيطلع لي يا برج الحوت أما هو أنا عم شوفه عم يتذكرك هذا الإنسان عم يتذكرك برغم في أنه بعض يعني ما 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 نساك هذا الإنسان عم يفكر فيك الليلة هذا الإنسان عم يتذكر اللحظات الجميلة اللي كنتوا أنتوا مع بعض هذا الشخص ما قادر ينساك أبداً عم شوف كذلك ممكن العشياء اللي ما حبيته فيه ممكن هذا الشخص كان من برج الأسد هذا الإنسان كان شخصية قوية شخصية مستبدة أوقات عم يفرد شخصية كتير عالية عليك وعم يتعصب عليك أوقات عم يكون دكتاتوري معك ممكن هذا سباب الخصام بيناتكن ما عم تتفقوا بالأراء أو عصبيته ما عم تخليك أنه تكون معه بنوع من الاتفاق كذلك عم يتلع لي على أنه هذا الإنسان شكك جداً عنده طاقة الشك والمراقبة والغيرة والتحكم فيك لهيك أنت ما تحملت أبداً هذه الشخصية بس بتحبه يا برج الحوت أنت بتحبه لهذا الإنسان عم شوف في الطاقات اللي بيطلعوا عندي برج الثور في برج الدلوة في برج السرطان الأسد هيكل شيء بس يعني في طاقات الطاقات ترابية نارية هوائية وحتى مائية في كل الطاقات بهذه القراءة عم يطلع عندي كذلك أنه أنت بتحفي على شخص متجدد شخص هيك يعني مرح فرح بيحب الحياة بيحسسك أنه أنت شخص جميل أنه شخص ساحر بحسسك بأنستك إذا أنت مرأة إذا أنت رجل يعني إذا أنت رجل عم شوفك هذه السيدة عم تحسك على أنه أنت ملك على أنه أنت عندك قدرات كتير عالية عم شوف أنه هاته شخص أوكي عنده هذا القطة يعني هذا الجانب المستبد وعنده كذلك أنه مرح كذلك هو ما بيحب فيك يعني أنه شخص حالم جدا بحسك أنه منك شخص واقعي بحسك أنه منك شخص بتشتغل بتفهم يعني بتعاده واهتمامه بالشغل بتحس كل الحياة كلية حب وكلية رومانسية بحسك منك واقعي بيلومك على أنه أنت منك واقعي بده تكون شوي واقعي وتكون إنسان بتشوف جميع الجهات ما تكون متعلق بس بصورة نمطية عادية وكما هم شوفه كذلك بحب فيك أنه أنه غيور أنه أوقيت يعني بتجاكره إلا إذا غررت وبتعمل له هيك أفلام طبع الحب وليش حكيت مع هذه المرأة وليش عمت يعني تتصل بهذه المرأة وليش تطلعت فيك هذه المرأة هذا للنساء عمل الرجال ذات الشيء يعني يعني بحب فيك على أنه أنت شخص غيور هيك بحس حاله أنه مهتم فيه بزيادة أما بما يتعلق بالنواية نيتك نحو هذا الإنسان ما عم شوف نيتك يا برج الحوت صافي تجاه هذا الإنسان عم شوفك يا برج الحوت تحمل شيء من الغصة بقلبك يا برج الحوت حاسس حالك أنه دمرك هذا الإنسان كان متركك وراح لا يهتم بعشي أخرى ما حاسس أبدا براحة ممكن أنت بلشت تفكر أنه يعني تكون بعلاقة أخرى بلشت تفكر أنه تخونه ممكن هذا كذلك حتى هذه الخيانة اللي بتطلع عندي ممكن تكون القراءة عكسية ممكن الشريك هو اللي بيخون أما يعني بهذه القراءة فأنا عم شوف في خيانة وفي انتقام بدك أنه تنتقم من هذا الشريك كذلك عم شوف يعني نيته هو أو نوايه عم شوف أنه بده يرجع هذه العلاقة إذا ما كانت أنا عم شوف بهذه القراءة ما عم شوف هذه العلاقة انتهيت أبدا عم شوف في رجعة في عودة لتصفيد أمور كتير كانت عالقة بالسابق راح يكون في عودة في عودة إن شاء الله بس يعني مستقبل العلاقة هذا ورق مستقبل العلاقة عم شوف كون عم تبعتوا رسائل لبعض عم تحكوا مع بعض عم شوف في اتخاذ قرارات اتخاذ قرارات حاسمة بيناتكن يأما تنهوا العلاقة يأما تخلوها مع بعض للبعض عم شوفون في رجعة وفي فرحة بيناتهم للبعض منكن عم شوف في قطيعة نهائية يعني هذ هي الرجعة اللي راح تكون يتسول مشاكلكن مع بعض يتنوها يعني بصفة نهائية أما للناس يعني العزاج يحاول أحكي عنهم بما يتعلق بالعزاج لبرج الحوت عم شوفون حاليا يعني ما في شخص جديد بحيطهم بس في كتير اشياء عم يهتموا فيها بالوقت الراهن لكن يهتموا بموضوع دراسة بيهتموا لمواضيع أخرى بس بهذا الوقت ما عم شوف في دخول شخص جديد بحيط كونيا برج الحوت كذلك عم شوف أنه النصيحة أنه تهتموا أكثر للعمل تهتموا أكثر لكتير أشياء بالحيط لأن الوقت أو هذا الشهر من شهر ما عم شوف في شخص الشخص أو قدوم شخص بحياتكم راح حاول أخذ مصايح لعلكون يا برج الحوت هنشوف في احتفلات في فرحة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هنشوف حاول عم شوف أنا للبعض من يعني برج الحوت راح تكون في ولادة جديدة ممكن ولادة الطفال. حتى ممكن هذا هو سبب الفرحة والاحتفال. اللي بحيات برج الحوت. كمان عمشوف اهتمام اكتر بالاطفال اهتمام اكتر بالنفس. عمشوف انه هيدا وعد انه قضيتك بالحيات او شو اللي حاصل بحياتك رح ينعدل ورح تكون العدالة. كمان عمشوف انه كل ما غيرت نظرتك للحيات وصرت ترى الحيات بمنظار اخر. غيرت فكرتك كذلك بالحيات رح يتغير العالم اه اه اتجاهك او نحوك. يعني هادي دعوة لك انه تغير فكرك. اذا كان هذا الشخص لا يصلح لك. او كنت انت او كنت بموقف. يلتطالب منك انه تغير موقفك بالحيات او انضرتك للحيات. فهذا يعني هذا الوقت المهم انه تغير نظرتك. عمشوف انه وعد انه رح تكون الامور لصالحك. عمشوف احتفالات. يعني في قراءة جيدة جدا بالنسبة لبرج الحوت. اه اتمنى لكم كل الخير.